يمكن نهاردة عايزين نتكلم بشكل أكثر استفادة عشان كده عندنا الثلاث عشوات في ليلة واحدة مهرجان الدراما طفاصيل المهرجان ده عايزين نتكلم فيها حبة وعايزين نعرف مكانة المهرجان ده إيه والمكاسب اللي نقدر نحصدها من وراء هذا المهرجان هستأذن أبدأ الأول بدكتور أشرص مانا؟ طبعاً انت ساحب الفكرة مش ساحب الفكرة أولاً طبعاً يعني باشكر حيك على الهزين للإستقافة وخاصة إنها يعني في أحضان استوديو مسبير وستوديو عشرة يعني إحنا في مسبير وفي استوديو عشرة يعني وانا قاعد سرحت أنا كنت باجي الأستاذ محمود عبدالعزيز اللي رحمه اللي رحمه وو بيصور إيه هنا؟ الهجان 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 نهاية تمانينيات مش كده؟ كنت باجي الأستاذ نورد برداش كان بيعمل مسلسلين في وقت واحد اسمه صرخة بريق ومسلسل اسمه الطفان الحيطة دي لو تتكلم هتقول حاجات كتير قوي استوديو خمسة ده اللي فوينا كانوا بيعملوا فوزير بيعملوا هو وهي الفوزير كنت هنا الفوزير هنا وأحيانا في استوديو خمسة هو وهي السندريلا كانت لها قوضة بتباد فيه شوف من هنا هزيها يا مصر هزيها يا اليودي الشرق لابد أن نقدرها إحنا كان عندنا معرجان كنا بنعملوا زمان بيعملوا اتحاد رزاو وتليزيون نسبوط وكان هزا المعرجان حقيقة التسعينيات صح طبعا لغاية لا لغاية ما أقول بدأ من التسعينيات آآ آآ لغاية 2010 فالمعرجان ده كان أنا بعتبره بيت العيلة العيلة العربية كنا بنلتخي كلنا صح تلاقي من كل اللجنة أنا كنت مثلا عضو لجنة أستاذ رأي عضو لجنة معاك بقى من سوريا وبدأ أنا بدأ هنا احنا ما كان روحنا للمدينة بس الدورات الأولى كانت هنا كانت هنا تعرفنا على بعض احتكينا ببعض عرفنا بعض عرفنا مخرجين عرفنا مؤلفين عرفنا اتفرج بيننا اتفرج مثلا تتعندك التمسينات إزاعية فتلاقي البرنامج وشاه فيه في غياب في غياب هذا المعرجان الكبير صحيح المهم بقى فيه فراغ والفراغ أدى لزهور حاجات أنا راضي عنها وحاجات أنا مش راضي عنها إيه اللي مش راضي عنها إزاي فجأة أي حد يطلع أقولك إيه احنا عاملين معرجان مسابقة ده أحسن ممثل وناس لا هي متخصصة وناس لا هي فهمة ويعني فيها أشياء يعني لا تليق صحيح لا تليق فيه ناس صدقة لكن مش دي مكانة نص طبعا المكانة بتاعتنا كبيرة قوي احنا قوي احنا بص ف فكرنا إن إحنا نعمل فكرة وهو مهرجان القاهرة للدرعوم طيب هذا المهرجان قعدنا لا تناقش كل حبابنا وصحابنا بتاع احنا عاملين حاجة كواسعة في النخابة دلوقتي إن إحنا بنشرك مش أعضاء المجلس بس لا بنشرك زملاء الدايرة واسعة الدايرة واسعة وعملين جروب كبير عليه ناس كتير بتدي نتكلم وعندنا قضايا كتير فنيجي نقول إيه والله القضايا الفناء دي ها هاخدها مسلا أشرف ومصطفى وفلان أنا من المجلس ومعين تلاتة أربعة مش المجلس القضايا دي أخدها جاء المهرجان ده برضو من ضمن الحاجات عملنا له لجنة وقلنا قضايا فكره قعدنا نفكر ومن ضمن الأفكار هل يبقى مهرجان مصري فقط ولا عربي ولا الأعمال التي تقدم في رمضان فقط ولا طول السنة قعدنا نفكر أفكار كتير جدا فأنا دايما مستعجل أنا عندي مشكلة إن أنا مستعجل ورأيي إن أطرق على الحديد وهساخن قلت عن نبدأ الدورة دي ولا تكن أعمال رمضان فقط ونعمل لجنة explosion ومصرية فقط دورة نصرية بمعنى مش اللي على المنصات المصرية آه لا مصرية بمعنى المصري يعني المصري 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 الأخير تمام تعال نعمل الدورة دي وإحنا بنعمل الدورة دي كده ونشغلين فيها إحنا عملنا لجنة واولية اللجنة واولية بنتتيت تشتغل على اللي جاي بقا بس خلونا نبدأ خلونا نبدأ وبالفعل يعني ناس كتير استعدت فكان فيه دور مهم جدا وهو من رئيس هذا المهرجان احنا كنا حطين ان فيه شوية حاجات لو قدرنا ننجح فيها يبقى المهرجان في طريقه للنجاح بإذن الله شاء ربنا فانا الواحد تعرضت ودكتور يحيا معنا وفعال جدا 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 يا دكتور يحيا قال لي انا مع النقابة فيها حاجة ومع الفن ومع مصر فده اول مكسب حقاقنا تاني مكسب ان انا اتكلمت مع الاستاذة المخرجة الكبيرة انعام محمد عليم ان تكون رئيسا لجنة التحكم لان احنا زي ما استاذ فارق يعني تعلمنا منه وعارفين واعتقد ده مهم في كلامه اللي هيقوله ان شاء الله ان اي معرجان بيقاس بنزاهة النتيجة نتيجة نتيجة موضوعية حقيقية ليس فيها شبهة مجملات معرجان عدة كسب صمعته انما احنا بقى عاملين معرجان بقى عشان نوزع على بعض وانكرم بعض وعشان كده اخترنا الاستاذة انعام محمد علي ثم الضلع الثالث المثلث وهو تنظيم المحركة فالجاءنا لشركة متميزة دين لابي او دي والناس لما عرضنا عليهم الفكرة حطوا او ديهم في ادينا حل وبدأنا نوزع مهم كل حاجة مدروسة بالمسطرة بالمسطرة بالزروش بيش حد بيوصل دكتور يحيا قال لي ايه ما تشغلنيش كتير فتقول لي لا انا بعد ما مشيت ليتوا بيكلمني قال لي ايه اشرف فانا فاضي الاسبوع اللي جايك كله 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 فبقى ايه كل الخامسة اللي يكلمني ايه ايه فتعمل ايه نسوي ايه فتحول لشاب صغير متحمس حماس غير عادي عجبته الحكاية اوي اوي من كام يوم بقول ايه يا جماعة اجروب بتاعنا يا جماعة يزين نعمل اجتماع اول واحد دي تقول ايه يا الله انا اجبت